يزان لبرج العقرب انت راح تكون ماسك اسلحتك لكنك بتدافع عن نفسك يا عقرب في موضوع معين عم بتدافع عن نفسك فيه وعم تنتصر شايفي فيه انتصار في هذا الكرت على شخص كان يمكن من برج مائي أو ناري كنت عم بتتشاكس معه أو هو ظالمك في موضوع معين شايفي انه فيه انتصار على هذا الشخص راح تكون يعني طاقتك هذه الفترة مركزة على انك تنتصر وفعلا راح تنتصر شوف شكل عام للعقرب عم بشوفك تشتغل كتير يا عقرب عم بتحاول تحبوش مبلغ من المال يمكن عشان تفتح مشروع كنت عم تستنى إلك فترة انك تفتحه عم بيكون في عندك شوي صعوبة هذا الشهر في جمع المال أو صعوبات مادية يمكن راح ينطلب منك مبالغ مادية هاي الفترة أو راح يصير معاك ممكن شغلة طارئة خلينا نقول تستنفذ مبلغ من المال من عندك خلينا نحكي الطاقات قبل ما ننسى بس الطاقات عم بتكون جدي عم بتكون حمل قوس دلو مارية ممكن مائية كتير مائية ترابية فعم بشوفك في عندك شوية نقص في المادة أو عم بتعاني هاي الفترة ولكن راح كتير تتغير الأمور شوي نمسك إيدنا لبرج العقرب لأنه شوي المادة راح يكون فيها شوية صعوبات خلينا نحكي قلنا في موضوع أجله أنت كنت والآن صار في أمل كبير كنت معلق أمالك على موضوع معين هذا الموضوع خاص ممكن يكون خلينا نقول السيناريو الأول في العمل في شخص من برج مائي ممكن يكون دلو ممكن يكون أي برج مائي أو ممكن يكون ناري هذا الشخص ممكن يساعدك في أو شراكه في العمل ممكن تفتحه مشروع جديد ممكن هذا الشخص المهم أنه راح يساعدك في موضوع العمل لو كان في عندك شخص بهذا المواصفات في العمل فهو حيساعدك إذا كان موعدك بموضوع معين شايفة في أمني عم تتحقق شوي شوي قلتلك تمسك شوي على المادة في أول شهر بعدين راح تجيك وفرة معينة إما من ناحية العمل أو قرض أو أي شي يعني كنت انتظره راح يصير في وفرة شوي شوي ولكن في أول شهر شوي نمسك إيدنا شايفي في أمني عم تتحقق إما في العمل إما في العاطفة عم بتكون في العمل أكتر أنا شايفيتها يمكن اللي ما عنده عمل يمكن هذا الشهر كمان شخص بنفس المواصفات نفس الشخص اللي قلت عليه يعني حيساعد إذا كان عندكم بالعمل أو وعدكم في عمل معين عم بشوف في أطفال هون في فرصة حمل للناس اللي عم بيستنوا فرصة عمل عقرب يا عقرب عندك طاقة سلبية يعني لحد الآن أنا مبسوطة أنه ولا برج طلع له هذا الشهر يعني طاقات سلبية بس أنت أول واحد يا برج العقرب للأسف في طاقة سلبية موجودة في إما السحر حسد عين موجود عندك عم بيسبب لك تأخيرات ومشاكل على جميع الأصعدة على جميع الأصعدة شوية تأخيرات شوية عم يفهموك غلطي يمكن الناس هاي الفترة ولكن سرعان ما شوي شوي تصبط الأمور وتكون أنت الامبراتور خلينا نقول أنت المتحكم في الموضوع رح قلتلك في عندك انتصار ولكن من بعد انتظار يعني الانتصار ما رح يجي في أول شهر شوي شوي رح يجي في نهاية الشهر يمكن في آخر أسبوع أو آخر أسبوعين رح تحقق نصر على شخص هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي أو مائي إذا كنت عارف طاقة أو طاقة عارف برجه شايفك عم بت يعني من بعد ما كنت تصرف من بعد ما كنت طبعا صري في العقرب من الناس الكريمين يعني اللي يصرف بدون حساب فشايفتك بعد ما صرفت مبلغ كبير يمكن على الرفاهيات على هاي الأمور عم تمسك إيدك كمان ترجع آخر الشهر فأنا عبوصيك هذا الشهر كل لياته إنه تمسك إيدك مش بس يعني وتفكر بشكل عام بالمادة بشكل أحسن من هيك لأنه شايفك عم بتعطي الرايح والجاية أو عم بتفرق نعطي إحنا وطبعا مطلوب إنه نعطي في هاي الحياة ولكن شوي بتفكير بعقلانية أكتر من نفتح شوي على عاطفة نشوف لمحة عاطفية إذا كنت متزوج إذا كنت متزوج يا برج العقرب فيه بس مشكلة بسيطة ممكن يصير فيها يمكن كلام جارح يمكن أمور هذا في النصف الأول من الشهر ممكن يكون فيها كلام جارح أمور بتطلع لبرة يمكن الأسرار العيلة عم تطلع لبرة المهم مشكلة ولكن رح تجتازوها هاي المشكلة من بعدها رح تفكر في إنك تطلق تنفصل إنك تاخد قرار مصيري في هذا الموضوع ولكن سرعان أنا ما عم بشوف قوم شوي شوي عم بتروء الأمور وعم بتتعلق موضوع الطلاق لبترة أخرى وكأنك عم تنسى الموضوع شايفي فيه مصالحات خاصة حكينا للمتزوجين اللي بناتهم مشاكل وحتى الأشخاص الثانيين كمان شايفي فيه مصالحات شايفي فيه مواضيع جدية ممكن تنفتح في هذا الشهر أو هاي الفترة ممكن تمتد كمان لنص نوفمبر يعني مش بس أكتوبر شايفي فيه شخص عم برائبكم اللي هو الشريك طبعا في شغيره فيه مراقبة من جهتك ومن جهته عم بتكون هذا الشخص إذا كان ناري أو إذا كان هوائي فهو يعني مية بالمية راجع هذا الشهر وهو اللي رح يرجع كمان من الأبراج الأخرى يعني الطاقات الأخرى كمان طبعا وارد لأنه هذا الكرت جدا إيجابي ولكن أنا قلت هذيك الطاقات يعني بنسبة أكبر خلينا نحكي هذا الشخص عم برائبك عم يعني مش ناسيك فيه تواصل روحاني قوية عم بيكون بينك وبينه شايفي فيه علاقة ثلاثية كانت موجودة في الماضي وعم تنتهي الآن لأنه مائلها وجود كانت موجودة في الشهر الماضي عم بشوفها في هاي الفترة عم تنتهي وعم بتزول مائلها لكن هي هون عم تتفرج من بعيد عم تحقد حسد حقد من هذا النوع لكن شايفي أنا الأمور بشكل عام جدا ممتازة شايفي معجب ممكن يكون من برج ترابي أو ناري عم بتطلع من بعيد لبعيد هذا الشهر ممكن أنه يتقدم بخطوة خلينا نحكي ناحية العلاقة هذا الشخص على فكرة قلبه صافي ونيته صافية إذا كان بالطاقات اللي أنا قلت عليها خلينا نشوف مسج من الحبيب إذا كان بعيد أو قريب يعني نشوف إيش حابب أنه يقولك مش قادر أو من عقل الباطن مثلا مسج كلمة كتير حلو هات المسج وهيك راقي بيقولك أنه أنا عم بحلم بطفل منك وانتهى بس أكتر من هيك يعني نشوف إذا في تحذير هذا الشهر أو حتى بشارة أو شي للعفرب التحذير اللي قلنا عنه قبل شوي من ناحية المادة نمسك إيدنا فيه معينين فيه شوية مشاكل راح تكون خاصة في العمل أنت راح توصل للقمة وراح تنتصر ولكن من بعد شوية صعوبات ومن بعد شوية اللي هم تحديات قلنا فبس نصبر شوي ما نعصب ما ناخد قرارات صادمة سريعة لأنه برج العقرب عم يعصب كتير هاي الفترة عم بيكون فاقته نارية مبين من الوراء شوي سورين حركت الكانيرا لا طلعلك كتير راح أقرأهم كلهم عفكرة أول شي هذا تحذير أكتر ما هو هي نصيحة يعني بس بنصحك بأنه تدير بالك من الأصدقاء اللي عاملين حالهم أصدقاؤهم أساسا أعداء بحذلك من طاقة سلبية يمكن ظهرت قبل شوي شفناها لسمن ولك اسمع للطرف الآخر يعني ما قلتلك قبل شوي ما تتسرع بأخذ القرارات اسمع بشكل خليك مصغي مش مستمع يعني بإصغاء استمع ويعني زين الأمور قبل ما تاخد أي قرار بيقولك استمع استمع بس للناس الثانين ويمكن معناها أنه اسمع أكتر ما تحكي خد أكتر ما تعطي يعني اسمع اسمع وما تحكي أسرارك لحدا كتم على الأمور ممكن يكون هكذا